أول طريقة من طرق تنمية الموارد الحس على الزراعة نعم الطريقة الثانية من طرق تنمية الموارد الحس على فعل الخير كالوقف ما شاء الله الأوقاف المنتشرة في ربوع العالم الإسلامي دي طرق من طرق تنمية الموارد لأن الوقف الخيري على مر التاريخ ساعد الدولة في أمور كثيرة جدا حافظت على تنمية مواردها الأوقاف بني منها المستشفيات وبني منها المساجد وبني منها دور الأيتام هناك أوقاف لدور الأيتام ورعاية المحتاجين وهذا أيضا من التنمية لذلك حس الإسلام على الوقف الوقف أن تقف عين محددة ويكون ما يخرج من هذه العين صدق عنك هذه الأوقاف حس عليها الإسلام وأمر بها لأنها تنمي موارد الدولة وتزيد من دخل الدولة صحيح حس أيضا الإسلام لتنمية الموارد على الزكاة الزكاة بتنمي الموارد المالية وتحافظ على الاقتصاد وتمنع لأن زي ما احنا عارفين أن الزكاة هي حق الفقير في مال الغني وربنا سبحانه وتعالى قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لو المال فضل مع الأغنياء هيتدول بينهم ويظل الفقراء فقراء لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد يكون في تكافل ما بيننا يكون في تكافل وفي سنة التداول سنة التداول هذا المال لابد أن يتداول بين الغني والفقير فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بإخراج الزكاة وأمر بالصدقة والصدقة باب من أبواب الاستدامة باب من أبواب الاستدامة إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى حضرت النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام بيوجهنا في الحديث الشريف فيقول صلوات ربي وسلامه عليك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لو نظرنا في هذا المقطع من الحديث نجد أن هذه استدامة الله سبحانه وتعالى يريد ديمومة الأعمال حتى بعد الموت يعني ليس ديمومة الأعمال في حياتك وفقط لا أدى ديمومتها إلى ما بعد الموت قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية مستمرة تنفعه وتنفع الأجيال القادمة والأجيال بعد القادمة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له العلم والولد الصالح أيضا استدامة في العمل الصالح له بعد موت وهذا ينقل التربية من جيل إلى جيل لأن أيضا من طرق المحافظة على الموارد المحافظة على القيم أن ننقل القيم الفاضلة عن طريق الأولاد الصالحين إلى الأجيال المقبلة بالترجمة نانسي قنقر